الحمد لله الحمد لله الملك المعبود الغفور الودود ذي العرش المجيد فعالٌ لما يُريد سبحانه وبحمدِه وتبارَك اسمُه وتعالى جدُّه ولا إله غيرُه وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ لا في رُبوبيَّته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه عرَّف أمَّته بربِّهم سبحانه وبلَّغَهم رسالته وبيَّن لهم شريعته فَمَنْ أَطَاعَهُ سَعِدَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَمَنْ عَصَاهُ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ صلى الله وسلم وبارَكَ عليه وعلى آله وأصحابِه ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعدُ معاشِرَ المؤمنين فاتَّقوا الله تعالى وأطيعُوه وأقيمُوا له دينَكم وأسلمُوا له وجوهَكم وأخلِصُوا له أعمالَكم يا أيها الذين آمنُوا اتَّقوا الله حقَّ تُقاتِه ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون أمة الإسلام إن معرفة الرب جلَّ جلالُه بأسمائه وصفاته وأفعاله هو لُبُّ الإيمان وغايةُ دعوة الأنبياء والمرسلين فالعبدُ إذا عرف ربَّه أخلص في توحيده واشتهد في طاعته وابتعد عن مخالفة أمره وزادَ تعظيمًا له وإجلالًا ومحبَّةً وإقبالًا وتعلَّق قلبُه برؤيته ولقائه ومن أحبَّ لقاء الله أحبَّ الله لقاءه ولله تسعةٌ وتسعون سماً من أحصاها دخل الجنَّة ولقد أثنَ الله تعالى على ذاتِه العليَّة فوصف نفسه بالودود فقال سبحانه وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد وقال جلَّ فِي عُلَاه على لسان نبيِّه شُعيبٍ عليه السلام وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ فالمودَّة هي وصفٌ زائدٌ على مُطلَقِ الْمَحَبَّةِ فالودود هو ذو المحبَّة الخالِصَة والربُّ جلَّ جلالُه وتقدَّسَت أسماءُه يتودَّدُ إلى خلقِه بصفاتِه الجليلَ وآلائِه ونِعَمِه العظيمَة وألطافِه الخفيَّة فكلُّ ما في الكون من آياتٍ بيِّنات هي وُدٌّ من الخالِق ورحمَة وتفضُّلٌ منه وإحسانٌ ومنَّة وسخَّر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعًا منه إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكَّرون ومن كرمه سبحانه وجوده ورحمته أنهدى عباده للإسلام وأكمل لهم الدين ونفى عنهم الحرج والمشقَّة وأمرهم بذكره وشكره ووعد من شكره بالمزيد رغبةً في صلاح عباده ونيلهم خيره ورضاه فقال سبحانه فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون وأما من تلقَّفته الشهوات والشبهات وأسرَف على نفسه بالخطيئات فالودود سبحانه يخاطبه بألين خطاب وأجمل عتاب فيقول سبحانه قل يا عبادي الذين أسرَفوا على أنفُسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا إنه هو الغفور الرحيم فسبحانه من ربٍ كريم رحيمٍ حليم يعصونه فيدعوهم إلى بابه ويخطئون فلا يمنعهم إحسانه بل لا يزال خيره إليهم نازل وشرُّهم إليه صاعد ويحلُم عنهم ويستُرهم ويبسُط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسُط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وينزل تبارك وتعالى كل ليلةٍ إلى السماء الدنيا نزولًا يليقُ بجلاله حين يبقى ثلثُ الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له فإن تابوا إليه فهو حبيبهم لأنه سبحانه يحبُّ التوابين بل إن من مودَّته للتائبين أنه يفرح بتوبتهم وهو الغني عنهم ويبين لهم سعة رحمته والأسباب التي ينالون بها مغفرته فيقول جلَّ جلالُه ورحمتي وسِعت كل شيء فسأكتُبُها للذين يتَّقون ويُؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون إخوة الإيمان إن الودود سبحانه هو الوادُّ لأوليائه والمودودُ لهم فالله جلَّ جلَّ جلالُه يحبُّ المؤمنين ويُحبُّونه فمحبَّة المؤمنين لربهم بتوحيده والإيمان به واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبُّون فاتبعوني يُحبِبكم الله ويغفر لكم ذنوبَكم والله غفورٌ رحيم ولا يزال العبد يُسارِع في مرضاة مولاه حتى يفوز بالحب ويغفر بالقرب فإذا أحبَّ الله عزَّ وجلَّ عبدَه حبَّبَه إلى خلقِه فما أقبل عبدٌ بقلبِه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب الخلق إليهم وفي صحيح مسلم عن سهيل بن أبي صالح قال كُنَّا بعرفة فمرَّ عُمَر بن عبد العزيز وهو على الموسم فقام الناس ينظرون إليه فقلت لأبي يا أبتي إني أرى الله يُحِبُّ عُمَر بن عبد العزيز قال وماذاك قلت لما له من الحب في قلوب الناس فقال بأبيك أنت فقال بأبيك أنت سمعتُ أبا هريرة رضي الله عنه يُحَدِّثُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحبَّ الله العبد نادى جبريل إن الله يحبُّ فلانًا فأحبِبه فيحبُّه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحبُّ فلانًا فأحبُّه فيحبُّه أهل السماء ثمَّ يُوضَعُ له القبول في الأرض وفي كتاب الزُهد للإمام أحمد قيل لأحد الصالحين كيف أصبحت قال أصبحت بين نعمتين لا أدري أيهما أفضل ذنوبٌ سترها الله فلا يستطيعُ أن يُعيِّرني بها أحد ومودَّةٌ قذَفَها الله في قلوب العباد ولم يبلُغها عملي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلُ لهم الرحمن ودَّى في الأولى والأخرى فما ودَّةُ الله تعالى لعبده المؤمن فما ودَّةُ الله تعالى لعبده المؤمن لا تُفارِقُه بعد وفاته فإذا شخَصَ البصر وحشرَجَ الصدر بُشِّرَ المؤمنُ برضوان الله وكرامته وبرحمته وجنَّته وإذا وضِع في قبره فُسِحَ له فيه مدَّ بصر ويُصبِح قبرُه روضةً من رياض الجنَّة وإذا زُلزِلَت الأرض زلزالَها وأخرجَت الأرض أثقالَها وخرجَ الناس من قبورهم حُفاتًا عُراتًا غُرلًا تلقَّت الملائكة المؤمنين مُهنِّئين لهم ومُبشِّرين كلُّ ذلك تودُّدٌ من الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم من الحُسنى أولئك عنها مُبعدون لا يسمعون حسيسَها وهم فيما اشتهت أنفُسهم خالِدون لا يحزُنُهم الفزعُ الأكبر وتتلقَّاهم الملائكةُ هذا يومُكم هذا يومُكم الذي كنتُم توعدون أمة الإسلام إن من حُسن تودُّدِ الرب سبحانه لعباده المؤمنين وسعَت عطائه لهم يوم الدين ما أخبرَ به النبي صلى الله عليه وسلم عن حال أدنى أهل الجنة منزلةً يوم القيامة فَكَيْفَ بِمَا أَعَدَّهُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ فِي الجنةَ التي فيها ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمِعَت ولا خطر على قلب بشر ففي صحيح مسلم عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرَّة ويكبو مرَّة وتسفعه النار مرَّة فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا إِلْتَفَتَ إِلَيْهَا فَقَال تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِ مِنْكِ تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِ مِنْكِ لَقَدْ أَعْطَانِ اللَّهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَة فيقولُ أَيْ رَبْ أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلِأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا فيقولُ الله عزَّ وجل يَبْنَ آدَم لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا فيقولُ لا يا رب ويعاهِدُهُ أَلَّا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا وربُّه يَعْذِرُهُ لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيُدنيه منها فيستضِلُّ بظِلِّها ويَشْرَبُ من مائِهَا ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هي أحسنُ من الأولى فيقولُ أي رب أدنِني من هذه لأشرب من مائِهَا وأستَظِلَّ بظِلِّها لا أسألُك غيرها فيقولُ يا ابن آدم ألم تُعاهِدني ألا تسألني غيرها فيقول لعلي إن أدنيتُك منها تسألني غيرها فيُعاهِدُه أن لا يسأله غيرها وربُّه يَعذِرُه لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيُدنيه منها فيستضِلُّ بظِلِّها ويَشْرَبُ من مائِها ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عند باب الجنَّة هي أحسنُ من الأولَيَين فيقولُ أي رب أدنِني من هذه لأستضِلَّ بظِلِّها وأشرب من مائِها لا أسألُك غيرها فيقولُ يا ابن آدم ألم تُعاهِدني ألا تسألني غيرها قال بلى يا رب هذه لا أسألُك غيرها وربُّه يَعذِرُه لأنه يرى ما لا صبر له عليها فيُدنيه منها فإذا أدنَاهُ منها فيسمعُ أصواتَ أهلِ الجنَّة فيقولُ أي رب أدخِلنيها فيقولُ يا ابن آدم ما يصريني منك أي أي شيءٍ يُرضِيك ويقطعُ السُؤالَ بيني وبينك أي يُرضِيكَ أن أُعطِيَّكَ الدنيا ومثلَها معها قال يا رب أتستهزئُ مني وأنت ربُّ العالمين فضحِك ابن مسعودٍ رضي الله عنه فقال ألا تسألوني مما أضحك فقال مما تضحك قال هكذا ضحِك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مما تضحك يا رسول الله قال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئُ مني وأنت ربُّ العالمين فيقولُ إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ مِنْكِ وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ وفي الرواية الأخرى يقولُ له الربُّ عز وجل أترضى أن يكون لك مثلُ مُلك ملكٍ من مُلوك الدنيا فيقولُ رضيتُ رب فيقولُ لك ذلك ومثله 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 فقال في الخامسة رضيتُ رب فيقولُ هذا لك وعشرةُ أمثالِه ولكما اشتهت نفسُك ولذَّت عينُك فاتقوا الله عباد الله وتودَّدوا إليه بالأعمال الصالحة كما تودَّد إليكم بنعمه وفضله كما تودَّد إليكم بنعمه وفضله وأحبُّوه كما أحبَّكم وأحسنوا إلى خلقِه كما أحسنَ إليكم أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعلموا نفسٌ ما أخفِي لهم من قُرَّة أعيُن جزاءً بما كانوا يعملون بارك الله لي ولكم في القرآن والسُنَّة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول قولي هذا وأستغفِر الله لي ولكم من كل ذنبٍ وخطيئة فاستغفِروه إنه كان غفَّارًا الحمد لله الحمد لله الولي الحميد الرحيم الودود ذي العطاء والمنِّ والجود وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبِعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد معاشر المؤمنين إن الله تعالى يُحِبُّ مُقتَضَى أسمائه وصفاته فالمؤمن الودود محبوبٌ عند الله عز وجل وإن من التعبُّد باسم الله الودود مودَّة الرجل لزوجته ورفقه بها ومودَّة المرأة لزوجها وحُسن عشرة هالأ ففي السُّنن الكُبرى للبيهقي قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خيرُ نسائِكم الودودُ الولود المواتيَة المواسِيَة إذا اتَّقَينا الله فخيرُ النساء من جمعت بين تودُّدها لربِّها باتِّباع مرضاته وتودُّدها لزوجها بتتبُّع محابِّه وخيرُ الرجال من كان خيِّرًا مع أهله ففي سُنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي والحياة الزوجيَّة لها رُكنان أحدُهما المودَّة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودَّةً ورحمة إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكَّرون وحسن المصاحبة للأقربين وتذكُر جميل الآخرين والوفاء للآباء الراحلين هو من مُقتضَى العمل باسم الله الودود فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلًا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلَّم عليه عبدُ الله وحمله على حمارٍ كان يركبُه وأعطاه عمامةً كانت على رأسه فقال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير فقال عبدُ الله إن أبا هذا كان وُدَّا لعمر وإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبرَّ البر صلةُ الولد أهل وُدِّ أبيه رواه مسلم وإن من أسباب نشر المودَّة في المجتمعات إفشاء السلام والتسامُح بين الناس وحبَّ الخير لهم وإدخال السرور عليهم والرفق بضعفائهم والرفق بضعفائهم ومساعدة فقيرهم فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أيُّ الناس أحبُّ إلى الله وأيُّ الأعمال أحبُّ إلى الله فقال صلى الله عليه وسلم أحبُّ الناس إلى الله تعالى أنفعُّهم للناس وأحبُّ الأعمال إلى الله تعالى سرورٌ تُدخِلُه على مسلم أو تكشفُ عنه كُربة أو تقضي عنه دينا أو تطرُدُ عنه جوعا ولأن أمشِي مع أخي في حاجة أحبُّ إلي من أن أعتكِفَ في هذا المسجد شهرا يعني مسجده صلى الله عليه وسلم بالمدينة رواه الطبراني بإسنادٍ حسن ثم أعلموا معاشر المؤمنين أن الله أمركم بأمرٍ كريم ابتدأ فيه بنفسه فقال إن الله وملائكته يُصلُّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليما اللهم صلِّ على محمد وعلى أزواجه وذريَّته كما صلِّيت على آل إبراهيم وبارِك على محمدٍ وعلى أزواجه وذريَّته كما بارَكت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبِعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وعنَّا معهم بعفوِك وكرمِك وجودِك ومنَّتِك يا أرحم الراحمين اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين وأذِلَّ الشرك والمشركين وإحمِ حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنًا مُطمئنًا رخاءً سخاءً وسائر بلاد المسلمين اللهم يا حيُّ يا قيُّوم برحمتك نستغيث أصلِح لنا شأننا كلَّة ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم فرِّج همَّ المهمومين من المسلمين ونفِّس كربَ المكروبين واقضِ الدينَ عن المدينين واشفِ مرضانا ومرضَ المسلمين اللهم أصلِح أحوال المسلمين في كل مكان برحمتك وفضلك وجودِك وكرمِك ومنَّتك يا أرحم الراحمين اللهم من أراد بلادَنا وأمنَنا بسوءٍ فأشغِله بنفسِه فاشغَله بنفسِه واجعل كيدَه في نحرِه واجعل دائرة السوء عليه يا قويُّ يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفِّق وليَّ أمرنا خادِم الحرمين الشريفين لما تحبُّ وترضَى وخُذ بناصيتِه للبرِّ والتقوى اللهم وفِّقه ووليَّ عهدِه وأعوانَهم لما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم جازِهم بالخيرات على خدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان برحمتِك يا منَّان يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفِّق جميع أولاة أمور المسلمين لما تحبُّه وترضَاه اللهم احفظ شبابَنا وفتياتِنا وانفع بهم أمَّتَهم وأوطانَهم اللهم حبِّب إليهم الإيمان وزيِّنه في قلوبهم وكرِّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنَة وفي الآخرة حسنَةً وقنا عذاب النار ربَّنا تقبَّل منا إنك أنت السميع العليم وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربِّك ربِّ العزَّة عما يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمدُّ لله ربِّ العالمين